انبالح كان في حكم المحكمة الجنح الدقيب حبس المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة العميد محمد سمير قالوا ان في حكم ثلاث سنين لاتهاموا بتبديد قائمة المنقلات قائمة منقلات زوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب هذا الموضوع عثار جدل كبير جدا على مواقع السوشيال ميديا وبسبب موقع محمد سمير السابق متحدث طبعا باسم القوات المسلحة تعالوا نشوف الخبر كده مع بعض اهو حبس العميد محمد سمير بتهم التبديد منقلات طلقته الإعلامية إيمان أبو طالب طيب زي ما قلت لك الخبر زي ما قلنا عثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وكان أغلبها سخرية من اللي حصل لمحمد سمير فتعالوا نشوف كده بعض الناس اللي علاقت قالت ايه ناخد تعليقات حبس المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير لمدة ثلاث سنوات وذلك في اتهامه بتبديد منقلات خاصة بطلقته أكيد العروسة إخوان اللي بعته العميد محمد سمير متحدث العسكري السابق أصبح في الصحف المصير التي كان يحركها كشة ترنج في يوم من الأيام لخدمة الاستبداد أصبح طليق إيمان أبو طالب ولم يذكره حتى ردبته العسكرية الدنيا ما لهاش أمان عندما تخدم الاستبداد ناخد تعليق كمان رضا بيقول الدنيا زي المرجحة يوم فوق ويوم تحت هي المفوض يوم تحت ويوم فوق أنا أقول لك النهازة المتحدث لو أنه ما زال في منصبه ما كان حدث له ذلك ولحكموا على إيمان أبو طالب بالسجن المشدد مئة سنة طيب ناس تانية علاقت على الخبر واستدعوا بقى مقالات العميد محمد سمير اللي وصف فيها الشعب المصري بأنه هو رعاعة لما اتجوز الإعلامية إيمان أبو طالب اللي رفع عليها دي دلوقتي بتبديد المنقلات بتاعتها من أربع سنين فاكريني المقال ده اهو اديني كده باشا فكرنا بالمقال قال لك هوات الرعاعة محمد سمير وطبعا أنا مش هاعد أقرأ الكلام ده تاني ولا هيقرره تاني بس أنا حبيت أفكر حضرتك بالمقال الناشط شادي جاهين علاق على اللي حصل للعميد محمد سمير وإزاي كان بيسخر من الشعب وبيوصفهم بالرعاع وقال في بوست لي تعاوني أرى كده البوست بتاع شادي شادي بيقول في واحد مايو كتب العميد محمد سمير متحدث لعسكير الأسبق مقالا في جريد تليوم السابع بعنوان الرعاع يصف هذا المقال من علقه على خبر زواجه للمرة الثالثة في مدة قصيرة أنهم مجرد رعاع وكلاب وبالأمس حكمت المحكمة بالحفظ ثلاث سنوات لمحمد سمير لتبديد منقلات زوجته السابقة إمان أبو طالب وكانت هي زوجته الثالثة التي كتب مقال الرعاع من أجلها ما علينا الآن وقبل مرور خمس سنوات على كتابته للمقال أدركنا جميعا من هو الحرامي الذي ينتمي فعليا إلى الرعاع مش بس كده الناس وصلت الكتابة والصحفية الشين عرف اعتبرت أن السبب غير كده خالص وإن اللي بيحصل ده للمتحدث العسكري للجيش أصبح لأنه مغضوب عليه من النظام بسبب مقال نشره السنة اللي فاتت مقال تاني تعالوا نشوف كده الشين قالت إيه بسبب مقاله لا تغتالوا الأمل الذي كتب فيه العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق منتقدا طريقة اختيار نواب لمجلس الشيوخ واعتبرها الطريق المؤدية لثورة شعبية تأكل الأخضر واليابس في أكتوبر الماضي تم حبسه والإفراج عنه بكفالة لحين حبسه مجددا اليوم لكن تحت مسمى تبديد منقولات طيب يعني الراجل يتحبث ويخلو سبيله تعالوا بقى مفكركم بالخبر اللي انتشر في أكتوبر 2020 وخبر من الأرشيف جبناه لكم أهو انزل يا باشا بالخبر اخلاق سبيل المتحدث العسكري المصري السابق بكفالة 100 ألف جنيه خلاصة الموضوع شوف يا باشا في مصر طول محضرتك في السلطة ومرضي عنك من النظام والله ما حد هيقدر يقرب منك حتى لو قتلت قتيل هيسمحولك تمشي في جناستو لكن مش هيحسبوك لكن لو قلت حاجة ضد سياستهم وغضبوا عليك فقرصتهم وحشة ومصيرك هيكون أكيد تبديد منقولات والله كريم اشتركوا في القناة